جهود متواصلة من قبل منظمة الصحة العالمية لنشر نصائح وتوضيح بعض التدابير والاحتياطات البسيطة بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد وعلى حسابها على تويتر قالت منظمة الصحة العالمية انه لا داعي للقلق عند نفاذ مطهر اليدين من المتاجر فغسل اليدين بالماء والصابون والحرص على غسل ما بين الأصابع وظهر اليدين وحول الأظافر فعال للحماية من الإصابة بالفيروس في المقابل تحاول شركات الأدوية في تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا حيث أعلنت شركة أمريكية عن توصلها للقاح جديد قد يكون الأول من نوعه لمكافحة الفيروس وتقول الشركة أن اللقاح بات جاهزا لاختباره على الحيوانات قبل أن يتم اختباره على البشر وذلك ربما يكون في أواخر العام الجاري بحسب تصريحات الشركة تقارير منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن نسبة التعافي من المرض وصلت إلى نحو ثمانين بالمئة من دون الحاجة إلى علاج خاص وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريبا من كل ستة أشخاص يصابون وقد توفي نحو ثنين بالمئة من الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض وبحسب البيانات الحالية بالمنظمة فإن أغلب الحالات الجديدة أقل حدة المنظمة أوضحت أن العالم لا يزال يتعرف على الفيروس ومع ذلك فبحسب المنظمة يبدو أن المسنين والمرض بأمراض مسبقة مثل ارتفاع ضغط الدم والقلب والسكر معرضون لأعراض وخيمة أكثر من غيرهم ترجمة نانسي قنقر